أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسولي إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله معز الكافرين وأذان من الله ورسولي إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغيروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأخواههم وتأبى قلوبهم وأغثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله زمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقادلون قوما نكثوا أيمانهم وغموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذيهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسب دم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يحمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يحمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآد الزكاة ولم يحش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقا يد الحاج وعمارة المساجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْتَقِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اِسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قد رفتبوها واتجارة دعشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهات في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقب عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلدا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون إذ دخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يضفعوا نور الله يريدون أن يضفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يضفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْفُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّدَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَّا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِيَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَذُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَذْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَخْنِذُونَ إن عدد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدل قوم الكافرين صدق الله العظيم